دفتنا النهاردة هي ضيفة مثيرة للجدل بكل المقاييس الفيديوز بتاعتها محققة ملايين المشاهدات وعندها ملايين المتابعين واي فيديو جديد لها بيتصدر الترنت فورا وبالرغم من انها بتتعرض دايما للانتقاد الا انها مصيرة على انها تفضل مكملة بنفس الطريقة اللي ظهرت بيها والناس عرفتها من خلالها المفروض انها بتقدم محتوى ريفيوهات عن اماكن واكلات ولكن طريقتها واسلوبها في الكلام الملغبط جدا خلى المحتوى بتاعها ينتشر بسرعة وفي نفس الوقت يتعرض لانتقادات كبيرة قوي عشان كده هي معينا النهاردة عشان نعرف بقى منها القصة كلها وايه سر الكلام الملغبط ده وبتتعامل ازاي مع الانتقادات اللي بتتعرض لها وحاجات تانية كتير هنعرفها منها دفتنا النهاردة هي البلوجر سلمة المغربي والمعروفة باسم سلمة ايجيبت ازايك يا سلمة؟ ازايك يا ريهام عامل ايه؟ الحمد لله عامل ايه الحمد لله كله كويس او مبسوط ان انت معي النهاردة علشان الناس ما بتفرج عرفيوهات بتاعتك مبدئيا ان هي بيبقى فيديوهات كده بتضحك ولزيزة والواحد بيحس نفسنا ويرجع طفل تاني صغير انا مش هسألك دلوقتي عرفيوهات هسألك اول حاجة انت اتخرجتي من ايه بتشتغلي ايه بتعملي ايه في حياتك؟ انا في الاول خريجة اعلام جامعة امس اي قسم ازاع و تلفزيون انا بشتغل فريلانس ما بين الماركتنج وما بين الفويس اوفر كنتت عايشة طول عمري في السعودية اتولدت في جده وعشت في الرياض وجيت مصر مش من كتير يعني مش بقى لي كتير عايشة هنا اوكي بس كده طب جالك من فين فكرة ان انت تعملي الريفيوهات بتاعت الاكل والاماكن وكده هي مين لي مش فكرة قد ما هي يعني كانت مصطلحات يعني كتيرة باستخدمها من وانا صغيرة وباستخدمها في حياتي الوقعية مع اهلي ومع صحابي وكده وبس الموضوع بقى في الاول ما كنتش بعمل يعني فيديوهات بصوتي خالص كنت بعمل فيديوهات اكل وريفيوهات بس كتابتاً يعني مثلا احط ريت زيرو من عشرة عشرة من عشرة كده كتابتاً اه لكن ما كنتش بعمل خالص بصوتي اوكي اول فيديو عملته بصوتي قلت فيه تكلمت بطريقتي بتلقائية تماماً وقلت فيه اسم كنت بعمل المطعم وقلت فيه اسم البراند بطريقتي اللي بقولها بفعلاً مع صحابي كده لقيت بقى الناس مسكت بالاسم وقعدوا بقى يتفعلوا مع الموضوع بشكل حلو قوي طب انت كان قصدك يا سلمة ان انت تقولي كلام لغبط ولا انت عشان تعودت ان انت تقولي كده من وانت صغيرة ففضل ماسك في لسانك يعني فيه حاجات كتيرة قوي انا كنت يعني بعملها بتلقائية تبقى فعلاً مصطلحات باستخدمها من وانا صغيرة لكن مش قصدي ان انا يعني اقول كلام لغبط قوي بانا بس انا بقى يعني المصطلحات اوفر اول كانت من وانا صغيرة باستخدمها احنا قبل التصوير على طول كنت عادة مع امامتك هي مشارفونا النهاردة وهي كنت بتقولي ان انتو كل البيت اتعادة منك دي حقيقة دي حقيقة منو انت صغيرة انت بتقوليهم مثلاً على الكميترة انا عايزة ايكل النهاردة كم ساري كم ساري كم ساري حتى مش سامكاري يعني انت جبتي كلمة تانية اخترت اخوار انا نطقتها زي ما هي بس بس لومي انا خايفة على اخرة حالة عادة كمان هتعادي فهمعت بقى مصيبة يا سلمة فبتقولي هي عادة البيت كله احنا بقناش نقول كم ساري ايه مضبوط فوضح ان انت كمان انت عاملالهم افاكت في افاكت كده معاين عاملالهم قلق في البيت يعني غير بقى مصطلحات تانية زي الاكل مصلصة وحاجات كده غريبة مصلصة يعني فيها صلصة اه بالضبط طيب انت كان قصدك ان انت تتكلمي بطريقة دي وانت بتعملي المحتوى عشان ينتشر ويبقى طالع بصورة كوميدية بطريقة دي ولا هي جات معاكي بالصدفة ان انت بتتكلمي كده اصلا فاطلع كده الفيديو اه اه انا ما كنتش اصدى يعني زي ما قلتلك في البداية عملت فيديو في الاول كان بطريقتي ما كنتش بعمل فويس اوفر خالص والفترة يعني اليوم اللي قررت عمل فيه فيديو بصوتي وبطريقتي لقيته عاجب الناس فبعدها عملت كذا فيديو كان بصوتي وكان بنفس طريقتي واسلوبي المختلف فبرده لقيت تفاعل كتير قوي والناس حبت ده وبقوا يعلقوا كتير قوي يعني يقولوا الكلام نفس اللي انا بقوله تاني طب انت بقى تعاملتي ازاي مع الانتقادات اللي جات لك بسبب الفيديوز بتاعتك يعني انا بالنسبة لي كريهام لما بتفرج عليكي بتحك بصراحة يعني بحس اللي هو ان جدمك خفيف ولزيزة وبتدحكي فعما بالنسبة لي ان انت تتلعي تقولي كل الكلمات اللي المعرفش بيجي بيها ابنين دي ده بالنسبة لي كوميدي بس اكيد في ناس تانية كانوا بينتقدوا وفيه انتقاد بيكون او ايجابي وبيكون فيه انتقاد تاني سلبي الانتقاد الايجابي الواحد بيتغير منه وبيتعلم منه لكن الانتقاد السلبي هو اللي بسألك عليه ازاي تعملتي معي بصي انا مقتنعة 100% انه ما فيش شخص هيحب بلوجر او كونتينت كرياتر 100% يعني الا ما هتلاقي ناس بتنتقدك وانا ما هتلاقي ناس بتحبك جدا فانا في الاول فعلا تعرضت للانتقاد بعد كده بقى بقى فيه فئة من الناس اللي هي لا بتحبيني وتستنى فيديوهاتي وتستنى ان هي تشوفني فانا مقتنعة ان مش لازم كل الناس تحبني الانتقاد نفسه بقى لما بيجيلي انا هتقبله لو هو الشخص اللي قدامي من الفانس بيقول رأيه بشكل حلو لا هقرأ الكومنت وهتقبله ممكن كمان اغير من شوية من الكونتينت لو لقيت ان انا مقتنعة باللي هو بيقوله فانا باحترم جدا الناس اللي بتنقض باسلوب يعني كويس فعادي ما بكمش عندي اي مشكلة لا انا عندك براحتك براحتك هو ذلك كلمات كلها بتاعتك بتنقض كنت اقولها معكوسة متركزيش في الكلمة انا عايزك براحتك النهاردة يعني عيشي حياتك وكلمي زي ما بتكلميش زي ما بقولك كلمات ممكن تطلع معكوسة عادي اه معادي مش مشكلة اخذي راحتك خالصة طيب انا بسألك على الانتقادات السلبية مثلا اوحش نقد جالك انت دايك كان ايه بصي الكومنتات السلبية فعلا بيبقى في منها كتير ومش انا بس يعني اي بلوجر او اي كونتن كرياتر الا ما هتلاقي كومنتات سلبية عليه بس انا بشوف ان يكتب كومنت سلبي يعني زي ما بقولك فيه فرق بين الانتقاد والسلبية فانت لما تكتب كومنت سلبي انت اصلا انسان سلبي فانا مش هضيع وقتي ان انا قاعد ارى كومنتات سلبية هوافر الانتقادات زي ما قلتلك باخد بيها جدا يعني انت متتداقيش من الانتقادات السلبية؟ ما بتزكيش خالص؟ يعني مش بحاول اركز معها قوي لو كل واحد قال كلمة وانا ركزت معها قوي ده الموضوع ده هيأثر في نفسياتي قوي يعني فليه وانا ممكن الناس مش شايفة وكمل عادي طيب اول فيديو عملتي فاكرا؟ اه طيب احكيني عنه شوية اول فيديو اللي هو كنت بعمل ريفيو لأكله كان اول مرة كان بصوتي وعملته زي ما بقولك البراند معين وقلت اسم البراند بالطريقة اللي انا بقولها مع صحابي يعني ما تجبتش حاجة من عندي ايه الطريقة دي؟ اذا ارسلهم اسم البراند اساسا طبعا ايه بزرطة وبراند مشهورة ومعروفة فكانت بالنسبة لهم ايه ده لا ما بتتقلش كده دي بتتقل كده بس الفيديو ساعتها جاب مش عارفة كام مليون انا ما متباتش بس هو يعني دلوقتي اكيد مليئين كتير قوي وكل الناس بقى بتكرر الكلام في الكومنتات اللي انا كنت بقول قلت ايه بحكيلي غير طبعا اسم البراند اه احكيلي كده بتكلمين يا سالمة زي ما بتعطي تكلمين في فيديو وما يعني ما كانش فيه صاص وتاني فيديو بقى مش مصوص بقى مش مصوص دي حلوة بقى انتي تعملي معي تساعديني تبيني افكر وبعدها بقى روحت عاملك هذا فيديو تاني ومن ضمنهم فيديو قلت شووحي شووحي ده اللي هو الحووش انا حفزت انا بتفرق فانا حفزت وبلازيا زلابيا انا مستنياك انت تجبيها انا حتى انت بالترجميلي انت بالترجميلي قلت شووحي قلت بلازيا ساعتها كانوا الناس عارفين ان اللي بتكلم اسمها سلمة بس مش عارفين سلمة مين اه وانا قلت شووحي فبقوا يعملوا سيرج على سلمة شووحي انا ساعتها خدت اللقب ده يعني في البداية خلص في بدايتي كانوا بديني اللقب سلمة شووحي وسلمة بلازيا عشان دول الكلمتين اللي كانوا في فيديوهات القديمة قوي في القول اوكي طيب سلمة انت بيكون اي احساسك لما بتلاقي إن فيه بلوجرز تانيين زي مثلا إسلام فوزي بيطلع وبيقول الموضوع بطريقة ساخرة ولذيذة جدا 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 وبرضو هو كان من الناس اللي على طول بتنشر حكتك على السوشيال ميزي أحساسك بيكون عامل زي بتدقيق يبتم بصي لأ هون لما بشوف فيديو ليهم يعني أي إن كان اللي بيراكت بطبسط لما بتفرج عليه بطبسط لأنهما زي ما قلت دمون بيبقى خفيف قوي بيضروح للفيديو الحاجة الوحيدة اللي أنا ببقى نفسي فيها إن هم مثلا يعرفوا الناس اسم الشخص اللي في الفيديو يعني مثلا تاج أو منشن لسلمة المغربي مش عشان حاجة بس عشان هي في الأول في الآخر فيديوهاتي فاللي هي يعني حتى في ناس كتيرة قوي عندهم أنا بشوف اسم البنت إيه؟ اسم حسابها؟ اسم الأكاونت بتاعها إيه؟ فبقى أحب كده أكتر لكن وبرقول لا أحب الفيديوهات بتاعته طيب قولي لي اللي سميتي نفسك بقى سلمة إيجبت زي مش سلمة مصر مصر بصي هو مفيش لقب أنا مديان نفسي يعني غير في الآخر أنا كنت عاملة سلسلة طبخات كده اسموهم أكلة سلمة سلومة فالناس بقت في الآخر مدياني اللقب ده سلمة سلومة لكن في البدايات أي لقب كان من عند الناس يعني حتى قالوا علي أن أنا جاي من كوكب تاني ما تعرفش حاجة في مصر خالص لا ده أنت جاي من كوكب تاني فسلمة إيجبت برضو من ضمن المصطلحات اللي الناس قاعدت تقولها كتير ومن ضمن الحاجات اللي كانوا بيعملوا عليها سيرش عشان يلاقوني فكانوا بيكتبوا سلمة إيجبت عشان يلاقوا فيديوهاتي ويتفرجوا عليها طيب أنت إيه أكتر قامت بيتفجرك ودايما بتسمعيه من الفانز يعني بصي هي كومنتات الناس على فيديوهاتي هتبقى مختلفة شوية لأن هي مفيش كومنت زي التاني كلهم مختلفين عن بعض ودايما بيكرروا الحاجات اللي أنا بقولها في الفيديو يعني لو أنا مثلا زي ما قلت شواوحي أو حاجة هتلاقي الناس كتير قوي بتكرر الكلام أو مثلا الفيديو من أوله لآخره بيبقى دقيقة ونص يعودوا يقولوا نفس الكلام اللي أنا قلته تاني في الكومنتات لكن ما فيش كومنت واحد أقدر أقولهولك غير الألقاب دي الكومنتات السابقة لكن بقيت الكومنتات تبقى متغيرة يعني سلمة طب إيه هي خطواتك الجاية على السوشال ميديا ناوية تكملي في نفس المحتوى ولا تعملي حاجة تاني هو أنا أصلا من بداية خالص كنت في السوشال ميديا بقلي كتير قوي بعمل زي ما قلت لك محتوى للأكل وكده شايفة نفسي في حتة الفود بلوجينج والأماكن يعني بقيت حاسة أن أنا بعرف أعمل فويس أوفر أكتر من أي حاجة أنا حابة الحتة دي حابة أكمل فيها يمكن بعمل كمان جزء ماركتنج حابة أنه ممكن بعد كده أتوسع أعمل ماركتنج بسع التلفزيون مايبي هو نوز يعني دي حاجة من طموحاتي يعني أن أنا عايزة أعمل أعلانات تلفزيونية مع السوشال ميديا بس بنفس الطريقة بنفس الطريقة أنا حابة طريقتي عشان أنا شايفاها مميزة شوية يعني هي الناس العادية يعني فيه فود بلوجرز كتير قوي موجودين كلهم بنفس الطريقة فأنا حابة أن طريقتي تبقى مميزة عن الناس فمختلفة الناس تحب تشوف الفيديو من أول وآخر تبقى في حاجة مختلفة يعني أنت بدأت تظهاري في الفيديوز بتاعتك طيب إيه كان الفيدباك عمل إزاي؟ في الأول فأنت فعلاً ما بأظهرش خالص كنت بعمل يعني بأصور الأكل مثلاً أو المكان من غير مظهر وبعد كده بقيت أظهر شوية مش في الفيديو كله وبعد كده بقيت أظهر في الفيديو كله يعني ممكن فيديو كامل بتكلم فيه فيه يعني ناس ما فيه ناس كيوت قوي ويكتبوا لي حاجات حلوة فبصراحة الحاجات دي بتشجعني قوي يعني ببقى حابة حابة الفيدباك بتاعهم والأول كنت قلقنا أن أنت تظهري بوشك صح؟ ما كنتش قلقنا بس هي كانت معظم الفيديوهات بعملها كنت بركز في التصوير عن الأكل لأن ده أصلاً كنت الأول قبل لما أبتدي وأتعرف وأتشهر كنت بركز في أن أنا أصور الأكل بس بعد كده قلت ليه لأ أن أنا يعني أعمل موضوع الناس برضو بتحب تشوف اللي بيتكلم يعني كل الناس عايزين يشوف مين اللي بيتكلم مش يبقى يبقى فيه تنوع شوية أن أنا أظهر شوية وفيه فيديوهات دلوقتي ما بيظهرش فيها فيبقى فيه شوية كده شوية كده طب أنت بقى بتروحي بتقيمي الأكل إزاي يعني مثلاً أنا فتحت مطعم قلتك سلمة تعالي علشان تدوي الأكل عندنا صح؟ هو ده اللي بيحصل صح؟ آه فعلي أنت بعد كده بتروحي لو فعلاً فيه حاجة وحشة ما بتقوليش؟ لا إزاي بتقولي بقولي وفيه فيه ريفيوهات أنا ما كنتش حبة مثلاً الأكل فيها بقولها لأنه في الأول في الآخر فيه ناس كتير أنا عندي دلوقتي يعني أروند مليون أو أقل شوية مع الناس دي ممكن هما بيسقوا في رأيي وعايزين يعرفوا سلمة كلت إيه علشان يروحوا يأكلوا زيها فما قدرش أقول لهم فيه حاجة حلوة وهي طعم مش حلوة مثلاً أو حاجة يعني ممكن أن أنت مطعم يكون جايبك علشان تيجي تعمية ريفيو بتاعه وبعلينا الأكل كله ما يجيبكيش يعني أكيد فيه حاجات بتطلع حلوة حاجات مش حلوة فأنتي بتقوله أنا يا جماعة مثلاً بريكماند أنتوا تأكلوا مثلاً الملوخية دي أو الشيش تاوك ده أو الباني ده مثلاً يعني وجي في النص حلو ما كانش حلو مثلاً كريم كرامل ما كانش حلو هتقولي بس كريم كرامل كان وحش؟ هتقولي هقول عادي وقدمش بيكون فيه زعل صاحب المطعم أو لأي حد لأن أنا أنا صريحة في الريفيو بتاعتي ما قدرش أقول إن فيه حاجة كان ناقصها حاجة وما أقولهاش ما كده ما فيش مصدقية دي شغلنا حلوة قوي يعني يا سلمة ده أنت بتكني جميعاً أنا عايزة أشتغل معاكي كديني معاكي المطاعم دي لو صبحت يريتو تبيني مصطلحاتك الحلوة لا أنت مصطلحاتك ما فيه سيئة عموماً أنا عايزة أقولك على حاجة يعني كون أن أنت عندك طريقة معينة الناس حبيتك بيها كميلي بيها أهم حاجة المصدقية في المحتوى اللي أنت بتطلعي يعني فعلاً الناس بتبقى عايزة تعرف المطاعم ده الواحد يروح مثلاً يأكل فيه ولا ما يأكلش فيه مش عايزة يروح أدفع على فكرة فلوس في وجبة وتطلع الوجبة مش حلوة وحيث أنها مبسطتش ودفعت فلوس على الفاضي فأهم حاجة فعلاً بتكون المصدقية والطريقة اللي أنت بتتكني بيها حبيبة الناس أن هي تقعد تسمعك وتتفرج عليك بالضبط مرسي يا سلمة جداً أن أنت كنت معايا النهاردة ومش هتستنونا بقى تسنونا يوم الأربعة الجاي إن شاء الله الساعة سبعة في ترانز على شاشة القناة الأولى باي باي